تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله برقيات تهنيئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك ومراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 للميلاد وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم عربوا فيها عن صادق تهنهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الوطنية المجيدة وأطيب تمنياتهم لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها دوام التطور والازدهار